باش نرجع بالفوز ولكن ما نلازمش ان نتكلموا اللاعبين بهذه الطريقة لاننا باش ما يدخلوش في الغرور لان الفريق هذا فريق جريح ومرتبة يعني ما يش مليحة ولكن كان قادر كنا يعني مديرين حساباتنا باننا في الفريق الخصم هذه شكلنا خطورة وشكلنا مشاكل يعني الحمد لله عرفنا كيفاش وللعبين عرفوا كيفاش يصيروا المقابلة بأرياحية وكذلك شجاعة وبدكاء نقول في الاول ما تخلوش كما ينبغي في المباراة ما عرفنا كيفاش نتحكموا في الكورة في وسط الميدان الخصم اول فرصة استغلها بعدها تخلنا في اللعب السلبي هي الكورات طويلة رغم التعليمات ولكننا نقول اليوم ما كناش في المستوى اللي كان اللي ظهرنا به في المباراة اللي فاتوا ونقولنا حتى الخصم كان اكتر عازمة وكتر ايرادة علينا هاتشي هذا اللي يصناع الفرق خاصة في شفت الثاني التعليق في هذه المباراة كان ليا زميل ياسين بوخناف مولودية وهران بمدرب جديد قديم استثمارا في نتائجة سلبية لشفى بعينفقران رحل صولي ناص ففاز لأول مرة فريق مولودية وهران خارج الضيار وكأن تلك الطريقة الدفاعية التي أثرت من جانب في جملة أخرى حموش لم يجد الحلول في عينفقرون مثل ما يفعل عمراني في فريق مولودية بيجايا أمور عينفقرون أصبحت تتعقد مع أمر الوقت أختصرت الكلام لأن الأهم أن نختتم برنامج بزيماموش بها الفعل لكن قبل أن نملاحظ الكلمة ليا محمد لامين زيماموش الذي سعيدنا كثيرا اليوم بحضوره معنا سنقدم النتائج الكاملة لهذه الجولة والتي كانت على النحو التالي اتحاد العاصمة فاز بتنائية لشباب بلوزداد شباب عينفقرون انهزم بهدف دون رد مع مولودية وهران شبابة الصورة انهزمت بنفس النتيجة أمام جماعية شلف اتحاد الحراش دعاد لابن